غموض يلف المفاوضات حول استسلام مدينة بني وليد الليبية ففي مقال أبو سيف غني أحد قادة ثوار بني وليد إن المفاوضات بين الثوار وقبائل المدينة بلغت مرحلة متقدمة قال صحفي من بني وليد للعربية إن المفاوضات فشلت وهو ما نقالته أيضا وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الوفد المفاوض عن الثوار على أي حال ثوار يطوقون بني وليد وهم على بعد كيلو مترات منها سواء كان الخيار سلميا أو عسكريا فإن الثوار على استعداد لدخول بلدة بني وليد في أي لحظة الله أكبر فمن مصراطة جاء أكثر من ستمائة من الثوار وتمركز على بعد ستين كيلو مترا شمال المدينة ومن الجهة الجنوبية جاءت مجموعة من ثوار ترهون جنوب ترابلوس ووصلوا إلى منطقة المالط على بعد أربعين كيلو مترا الثوار أقاموا أيضا خط مواجهة آخر على بعد نحو ثلاثين كيلو مترا من المدينة وطوقوها من الغرب ومن دون مقاومة تقدموا إلى بني وليد من الجهة الشرقية منذ مساء السبت الذي شهد بحسب الثوار خروج رتل يضم نحو ثلاثين سيارة تابعة لكتائب القذافي من البلدة باتجاه مدينة سرط عبر طريق النهر لكنها تعرضت لقصف طائرات نيتو ويرى الثوار أن سقوط بني وليد تحت سيطرتهم سيمهد لهم الطريق إلى سرط مسقط رأس القذافي فبني وليد تقع على الطريق الرابط بين سرط وطرابلوس على بعد مائة وثمانين كيلو مترا جنوب شرقي العاصمة وهذه البلدة تتبع إداريا لمدينة سرط وفيها واحدة من أكبر القبائل الليبية وهي قبيلة ويرفلة التي تسمت باسمها بلدة بني وليد أولانتيرا العربية